قضت قوات الجيش المصري على أربعين متشددا خلال حملة قام بها الجيش دامت يومين واستهدفت تجمعات العناصر المتطرفة جنوب مدينة العريش المصرية وقصفت القوات الجوية خمسة معاقل للمتشددين فيما تمكنت قوات الصاعقة من محاصرة تجمعات أخرى ومهاجمتها وتصفية أعداد كبيرة منها وأسفرت العملية حسب تقارير أولية عن تدمير خمسة أوكار إرهابية جنوب مدينة العريش وتدبير مخزنين للمتفجرات